بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مقرر الميكانيكا المواعع 2، المحاضرة الأخيرة في الدرس الثاني إلى عنوان Internal Uncomprehensible Viscous Flow قلنا قد وصلنا المرة الماضية إلى تفسير معنى كلمة Backflow فمثلاً لو أخذنا القيمة هنا ΔP3U على أي تربية تسعي سالب 05 فهنا نتحصل على Velocity Profile الموية هنا تروح من اليسار إلى اليمين والموية هنا أو المائع هنا يروح من اليمين إلى اليسار فهنا نتحدث على صريان مائع عكسي وصريان مائع باتجاه انزلاق الأبر بلايت اللي هي اتجاهها كده في الحصة هذه نحاول أني نشوف تأثير هذا على إيش؟ على الديشارج أو الفلوريت اللي هو Q فهنا بدأنا بحساب فلوريت باستعمال المعادلة هذه وبما عرفت أنه Velocity Profile حسب ما استخرجناه في الحصص اللي قبل تساوي القيمة هذه فحطينا هذا في التكامل هنا ثم سوينا التكامل حقتنا حتى نوصل في الأخير أنه Q تساوي القيمة هذه نفس الشيء اللي سويناه بالنسبة للVelocity والY non-dimensionizing Q أو الديشارج ويجبت Q على U A يساوي المعادلة هذه سنحاول أن نطبق هذا أيضا على إيش؟ على نفس الرسمة ونشوف هنا أخذت في ال-Y Q على capital U A وأخذنا في ال-X أي تربيع Delta P U فهنا راح نشوف أنه الديشارج يساوي واحد مع هذه القيمة فهنا لو أخذت ال-Delta P تساوي 0 فهذا يعني لإيش؟ يعني نشتغل في النقطة هنا على X لو اشتغلت Delta P تساوي 0 راح نتحصل على الديشارج يساوي كم؟ يساوي واحد وهنا الرسمة صحة لو أخذنا ال-Q عند أي نقطة تحديدا تساوي 0 لو أخذت ال-Q تساوي 0 هذا يعني لإيش؟ يعني لإنه القيمة هذه الكل تساوي كم؟ تساوي سالب واحد عشان يصبح الديشارج حقتي يساوي كم؟ يساوي هنا النقطة هذه يساوي 0 فعند النقطة هذه نعرف أنه ال-Delta P نستخرجها على حسب المعادلة هذه زي ما قلت هذا يساوي سالب واحد فإذا عندي عند قيمة Gradient of Pressure معينة سنوصل أنه الديشارج حقتي يساوي 0 الديشارج حقتي يساوي 0 يعني إيش؟ يعني كمية الماء التي تسير من اليسار إلى اليمين أو تتدفق من اليسار إلى اليمين هي نفس كمية الماء التي تدفق من اليمين إلى اليسار طيب لو زادت قيمة Gradient of Pressure أو ال-Delta P أصبحت أكثر بالسالب فهذا يعني لإيش؟ يعني لأنه فلوريت كان نلاحظه هنا إيش؟ بالسالب ليش؟ لأن Gradient of Pressure زادت بصفة عكسية وهذا يسمح للماء أنه يتراجع بقيمة عكسية يعني كانت الأبر بليت تتحرك من اليسار إلى اليمين لكن حقيقةً الماء يتدفق من اليمين إلى اليسار عكس الأبر بليت لكن تلاقي الماء أو المائع الملاسق للأبر بليت يتحرك بنفس اتجاه الأبر بليت زي ما شفنا في الرسمة اللي قبل طيب لو Delta P كانت موجب يعني في المكان هذا وهذا يعني Gradient of Pressure يعني Pressure 1 هنا أكبر من Pressure 2 فهذا يحرك للماء من اليسار إلى مين وأيضا الأبر بليت تتحرك بنفس الاتجاه فهنا الماء عنده شيئين يدفعه من اليسار إلى اليمين اللي هو Gradient of Pressure و الأبر بليت فهنا شفاب فيه ثلاثة حالات يعني أنه الأبر بليت و Gradient of Pressure نفس الاتجاه زي هنا فيكون المكان هذا هو Disharge عندي مكان إنه يعني Gradient of Pressure أو الترم هذا يكون إيش يكون يساوي سالب واحد فأقل فنحصل نفسي هنا أو يكون Gradient of Pressure بالسالب لكنه كبير كثير فيكون Disharge هنا يعني الماء ترجع للخلف هنا نكون خلصت الشابتر هذا اللي هو Internal Uncompressible Viscous Flow هنا نلاحظ أنه في عندي فنومنا جديد اسمه إيش شباب؟ طبيعي جدا اسمه Backflow وهذا يعني تراجع الماء للخلف عكس اتجاه حركة الأبر بليت أيضا شفنا Velocity Profile بالنسبة لPoisei Flow وبنسبة لكوة Flow أيضا أعطينا لمحة Cartesian Coordinates و Cylindrical Coordinates في إيش؟ في المعادلتين Continuity Equation and Navier Stokes Equation إن شاء الله يكون الشرح واضح ولو في أي سؤال تقدروا تواصلوا معي زي العادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم مشبح رحمة الله وبركاته